مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الخامس هذا الدرس يحتوي فقط على أنشطة صفية بعض الأساتذ يطلبوها كواجب بيتي بعض الأساتذ يأخذوها بداخل الصف كتحضير يومي فركزوا ياي على الحلول اللي رح أنحلها من الممكن أن تصادفني جملتين مهمات من الممكن أن تركز عليها قبل أن نجد الدرس لا تستطيع الاشتراك في قناة اليوتيوب يجل فيسبوك للإستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس اليونت الثانية درس الخامس محادثتان بالفقرة الأولى شي يقول لي يقول لي استمع للمحادثات ثم تدرب أنت وزعمي لك هنا الأستاذ بداية الدرس بالفقرة الأولى يعلق مقطع صوتي بداخل الصف هذا المقطع الصوتي يتضمن هذه المحادثة محادثة بين شخصيتين يطلب من الطلاب أن يستمعوا لها وبعدها يختار طالب يمثل هذا الدور والطالب الثاني يمثل هذا الدور لكن انتبهوا الطالب الأول شي يقول على سبيل المثال يقول ذهبت إلى السينما البارحة الطالب الآخر يرد عليه يقول له حقا ماذا رأيت شوفوا هنا طلاب الطالب الثاني لازم يختار وحده من ذني المسرحيتيا أو الفيلميا إلى آخره لنفترض اختار هذه لازم يكمل باقي المحادثة باللون البرتقالي أما إذا اختار هذا لازم يكمل باقي المحادثة باللون الأزرق وهكذا شلون يعني؟ يعني مثلا جاوبة قال له تكسي سيتي تكسي المدينة الفيلم اللي شفته هو تكسي المدينة فهنا نقول له what kind of the film is that ما هو نوع الفيلم شنو هذا تكسي المدينة شنو نوع الفيلم ماته ما يصير بعد يقول هذه لان هو يكمل بعد اختار هذا الفيلم لازم يكمل بهذه المحادثة يقول له على سم المثال It's a factual film إنه فيلم وثائقي فيلم حقيقي عن قصة حقيقية So what is it about anyway قال لزين عن شنو يتحدث هذا الفيلم قال له the taxi driver who is also a director films and records his journeys and discussions over two or three days هنا عبارة عن تكسي درايفر يصور رحلاته ومناقشاته خلال يومين أو ثلاثة بهذا التكسي That sounds strange شو يقول له يقول له ذلك هي يبدو غريبا يكمل يقول له yes but it is good نعم لكنه جيد who is the main character قال له زين شنو منوى شخصية رئيسية قال له it's the driver هو الدرايفر نسيت له السائق هو شخصية حقيقية He is called Ahmad اسمه Ahmad So it is him and all the different people he takes in his taxi هو عبارة عن السائق التكسي وكل الناس اللي تصعدوا إياه What is the ending like كيف تبدو النهاية قال له it's great إنها عظيمة It also shows how effective a low budget film can be شوهنا هنا شي يقول له قل له فيلم عظيم على الرغم من ميزانيته القليلة So do you think I should see it قال له تعتقدني عن المفروضة شوفه قال له yes it's on for another week نعم وأنه مستمر في السينما لأسبوع آخر لنفترض أن الطالب الآخر نفس المحادثة طالب أخذ هذا الدور وطالب أخذ هذا الدور الطالب الآخر لما سأل عن الفيلم اختار الفيلم الثاني فكذلك لازم يكمل الباقي المحادثة بهذه الطريقة هذا هو عبارة عن نشاط صفي لتطوير مهارة المحادثة غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرير كتاب النشاط تمرير رقم واحد شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي make notes about a book film you read or watched recently نفس الفكرة اقرأ أو اعمل ملاحظاتك عن الفيلم أو الكتاب اللي شاهدته مؤخرا أو قرأته مؤخرا مثلا شنو اسمه نفترض نفس اللي أخذناه بالدروس السابقة اللي هو The Lord of Rings سيد الخواتيم أو ملك الخواتيم Author Director المؤلف من المؤلف هذا الفيلم أنت تكتب له اسم المؤلف اللي هو John Ronald طبعا مو إلا تتقيدون بالفيلم اللي أنا اختاريته مثلا أنا اختارت هذا الفيلم لأن أغلب الناس تعرفه مثل من الممكن أن تختار فيلم آخر فتجي تكتب التفاصيل مع الفيلم اللي تنتعرفه بهذه الحقول فس هنا أنا أقول لي kind of the story نوع القصة نحن قلنا أنه سيد الخواتيم يعتبر قصة خيالية فأقول له fiction شنو fiction خيالي أخذنا نوع القصص والأفلام بيدروس السابقة topic موضوعها تبني تشرح موضوع الفيلم where it happens أين حدثت main characters نفس الفكرة الشخصيات الرئيسية والنهاية مالته تقدرون تكتبون النهاية بشكل مختصر بهذا الحقل هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ليريد يدربني على كتابة ملخص لقصة أو فيلم أو كتاب عن قرأته لأننا سنرى أنه في اليوم الثاني لدينا إنشاء كتابة إنشاء عن فيلم شاهدته مؤخرا إذن هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين رقم اثنين يقول لي match the questions in the left شوفنا نطلب هذا السؤال الجديد أو الفدنوعية جديدة من التمارين يقول لي طابق الأسئلة اللي موجودة على اليسار هذه الأسئلة اللي موجودة على اليسار that have the same meaning as the question in the right hand طابقها بنفس المعنى أو بالأسئلة اللي بتطي نفس المعنى بالحقول اللي على اليمين ما أفتحها من تستاذ شلون مثلا what is it called شنو معنى what is it called معناها ماذا تدعى شنو اسمها أكو كلمة أو جملة بنفس المعنى بالحقول اللي موجودة على اليمين خلنا نجي نشوفها could I borrow it هل يمكنني أن أستعيرها غير مناسبة أريد طط نفس المعنى how does it end كيف انتهى غير مناسبة what is it about عن ماذا يتحدث غير مناسبة what is the title ما هو العنوان شوف أنا من أسأل عن فيلم إما أقول what is the title ما هو العنوان أو أقول what is it called ماذا يدعى هذا الفيلم شنو اسمه إذن نفس الفكرة إذن أوصل الأي بالنقطة الرابعة نفس المعنى who is it about عن ماذا يتحدث أو عن من يتحدث أجي شنو السؤال اللي يبيد الحق اللي على اليمين ينطي نفس المعنى what is the name of the main character ما هو اسم الشخصية الرئيسية إذن عن من يتحدث عن الشخصية الرئيسية إذن أوصلها بنقطة الرقم 6 what is the topic ما هو الموضوع what is it about عن ماذا تتحدث شنو الموضوع ها عن شنو تتحدث where does it happen أين حدثت where does it take place هاي الكلمة جدا مهمة happen هي نفسيتها take place هذن المرادفات happen معناها يحدث take place همنا معناها يحدث إذن أين حدثت أو أين حدثت مرة ثانية بنفس المعنى لكن بكلمات مختلفة كيف تبدو النهاية how does it end كيف انتهت نفس الفكرة could you lend me هنان lend معناها يعير هل يمكنك أن تعيرني إيا هذا الفيلم can I borrow it هل يمكنني أن أستعيره lend يعير borrow يستعير إذن أوصلها به النقطة الأولى هذا عبارة عن نشاط صفي من الممكن بنسبة 1% أنه يجيب لي ذن الجمل ويقول لي وصل الأسئلة بالأسئلة التي تطلطي نفس المعنى من الحق للآخر تمري رقم 3 تكتب الأسئلة تكتب الأسئلة لكيف تحفظ الأسئلة كيف تحفظ الأسئلة كيف تحفظ الأسئلة هناك طلاب هناك شيئ يقول لك يقول لك غطي هذا الحقل الثاني بإيدك can you remember the questions تقدر تحفظ الأسئلة هناك أحاول أن تحفظ الأسئلة لماذا؟ لأن أدب تمري رقم 5 يقول لك أنت سوي للأسئلة يعني write a questions to complete the conversation use the past simple اكتب أسئلة لإكمال المحادثة باستخدام الماضي البسيط شوف هناك طلاب I saw a really good film yesterday شاهدت فيلما جيدا البارحة يقول لك سوي للسؤال باستخدام هذه الكلمات وهنو بنطاني تجواب المناسب لها it was called lost كان يدعى lost مسلسل lost إذا تعرفوها هناك شن السؤال اللي أسأل اللي هي على موجود يجاوبني هذا الجواب أقول له what it was called ماذا كان يدعى شوفوا هناك طلاب شوفوا الجملة اللي استخدمتها نفسية هالجملة اللي كانت منطاني إياها what is it called أنا قلت what it was called أو what was it called نفس الفكرة لكن هناك استخدمت الماضي البسيط ليش لهم هذا يقول لي أنا أريدك تستخدم الماضي البسيط مثال آخر فهنا هناك طلاب من الممكن أقول what it was called أو what was it called ولا تنسون على المتراستفام ليش قلت was it called لأن احنا متعاودين بالجملة الاستفامية الفعل المساعد يأتي قبل الفاعل مثال آخر type film هنا أنا قل لي it was adventure film كان فيلم مغامرة أرد سيلة عن نوع الفيلم ما هو نوع الفيلم أقول له what was the type of the film ما هو نوع أو ماذا كان نوع الفيلم وهكذا مع البقية مثال آخر it was dan jackson he was very funny name و main character شنو اسم الشخصية الرئيسية أقول له what was the name of the main character ما هو اسم الشخصية الرئيسية وهكذا مع البقية هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي دا يريد يدربني على تكوين جمل مفيدة طبعا جمل استفهامية نفسي تقريبا الجمل اللي أخذناها بداية الدرس what is the ending like who is the main character what kind of film is that إلى آخره غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين الرقم 6 شي يقول لي يقول لي write three questions about a film you saw recently نفس الفكرة اكتب ثلاث أسئلة عن فيلم شاهد تموخرا ونضب جاوب على هذه الأسئلة مثلا أقول لي what was the name of the film ما هو اسم الفيلم تكتب جوابك هنا what نفس الفكرة was the type of the film ما هو نوع الفيلم وتكتب جواب مالتك وهكذا حضرهم كذلك النشاط الصفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لاحظنا أنه درس الثالث والدرس الخامس من اليونت الثاني دروس كأنشط صفية لكن الدرس الرابع اللي احتوى على المضارع البسيط والماضي البسيط درس مفعم درس مطول جدا وبهو مواضيع قواعدية وهواية تجينا بالامتحان وهواية تتكرر بالامتحان الوزاري فان راح تلاحظون مثل ما شرحنا بالحلقة الأولى من هاي الدورة باليونت الأول الدرس الأول قلت لكم أنه راح تلاقينا دروس مطولة جدا بها هواية مواضيع تجينا بالامتحان وبعض الدروس مجرد أنشط صفية هذه من الدروس اللي بيها مجرد أنشط صفية أو تتبر كواجب بيتي بعض الاسات التي طلبوها غير مهم الامتحان التنحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدموا تتواصلوني على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر